السلام عليكم ترجى تجرى يعني تشتم الشعب التونسي وتصدري الديانة وتستهزأ بالديانة الإسلامية وتفضل عليها الديانة اليهودية قبل من نحلل كلام نخليكم تسمعوا الكلام بتاع مياه العقصوري وبعداش ننحللوه كلمة كلمة انا دي ما كنت عندي تعجب كبير من الاحتفاء احنا رأيه جرى دي مواقع الكل ينسو فيه يدخل شخص في دي باسلام الكل اللي هبطوها كينها معناها العجيبة الاخرانية بتاع الدنيا هو مش معناها يكون الدين متاعك يدخل فيها عبيت معناها دينك انتي هو اليوم احسن دين يعني بالنسبة لها اذا عدد كبير من الناس من الاخرى من الاوروبيين ومن غير المسلمين يدخلون الاسلام بعدد كبير افواجن وافواجن بالنسبة لها هذا لا يدل على ان الاسلام هو احسن دين ولكنه في الحقيقة هو يدل على انه هو دين الحق هو دين الحق وهو الدين يعني ليخلي الانسان متأكد من نفسه ومتأكد انه فما حياة بعد الموت في أي سورة من سورة القرآن الله يحكي على الاخرى يعني una vie après la mort وهذا la vie après la mort scientifiquement ça a été démontré par les scientifiques par l'expérience de mort imminente يعني الناس تتخل في الاسلام يتخلوا على خاتر همه ce sont des chercheurs de vérité يعني هم يبحثون الحقيقة وهي بصراحة هذه مياه لقصوري عقليتها مادية جدا يعني إنسان عندها دي باز ماركسيست يعني عندها دي باز مشوعية اللي تخلي تشوف العالم uniquement كماتيار العالم بنسبلها هي ماد لحد العلاقات الإنسانية هي مادة يعني تحكي على نفس اللي هي مثقفة أما في الحقيقة هي غير مثقفة بالكل لأنها لا تفقى لا في الدين ولا تفقى لا في العلم ولا تفقى في أي حاجة يعني هي بوق من أبواق الثقافة الغربية الماسونية التي تخدم لإقامة لنوفال عضو المونديال ولا فما اليوم بحث أي جزء هذيك هو فما نوع من احتياج الاعتراف الآخر نظرا اليوم لضعف المسلمين هكتشوف سياسيا كل شيء يشوف العالم الكل شنية حالتهم لديهم العرب والمسلمين هذه مية لقصوري عملت الدياجنوستيك اللي معناه الشعب العالم العربي الإسلامي في حالة يرث لها في حالة ضعف بالله كلي يا للا مية القصوري شكون المشكل بسبب شكون العالم العربي في حالة يرث لها ومش بسبب ناس كيف كنت ناس يعني خانوا الأمانة ناس معناه يخدموا في الاستعمار مش قاعدين يخدموا في الشعوب متاحهم ناس معناه استعمار بالوكالة يعني في بالك تونس بلد مستقل بلد عنده سيادة كل بلدان العربية الجواري جواري الاستعمار كل بلدان العربية بلدان فقيرة بلدان في حرب بلدان يعني في حالة يرث لها ليس بسبب الإسلام ليس بسبب الثقافة متاعنا مو بسبب الخانوا الخونا الخونا الخانوا الأمانة الناس اللي تغاوا على شعوبهم الاستبداد الدكتاتورية التعذيب التنكيل يعني عجبك اللي سير في مصر عجبك اللي سير في فلسطين عجبك اللي سير في العراق يعني المشكل متاع العالم العربي الإسلامي هما الناس اللي يخدموا في الاستعمار ناس ما عندهم مش حتى فياختي ما عندهم مش حتى نخوة عربية وإسلامية ناس ما عندهم مش بروجيه ما عندهم مش مشروع للبلد للشعوب متاحهم هذو من الناس عليش المجتمع صفا بادي تو عليش المجتمع يعني ماشي في طريقة مسدود لأن عنا إعلام كيف كم انتوما إعلام يعني متغرب مستغرب إعلام يخدم في إيدولوجيا غربية استعمارية صحيونية فروماسونية اللي هي متمثلش بحتى شي الشعب التونسي وطموحاته وثقافته ولا فيسالة غيبونس اليوم الأقوى الديانات المهيمة هي الديانة اليهودية الديانة اليهودية بيش تدخللها تصايب يجع عسلين يجع هنا في الحبيك تجي متنجم يش تدخل معناها مش انت عاش الأديان وقوة الأديان هو مرتبط بخوزيليتيزم هذية اللي احنا عاملينه هاو عالي وليه بصدخل وحنا هانا فرحاني معناها ما مش هذية هذية كان يظهر شي فهو يظهر اليوم ضعف المسلمين واحتياجهم للاعتراف في عيون الآخر خاطر هو بديبان ويحب يحب ينظرونهم بالعين الزونية دونك حسب الميا الخصوري اه ميا المصفارة قالتلك الديانة اليهودية هي الاقوى والمنتشرة اكثر يعني خذ العلم من الروس لفكارن يعني هذي مسمينها المثقفة لانتلو ظهر عليك العلم يشارش المنصباتك يعني كأنك ما خرجتش من تونس وما سفرتش في بلدان العالم يعني اليهودية هي خاصة ب15 مليون نفر يهودي يعني هذو من 15 مليون حسب انرواحهم انفسهم في ديانتهم يعني مسكينها ان دي غيمة القصوري تتأسف على ان هي بتنجم مش تدخل ديانتهم على خط ديانتهم الصعيبة اما بصراحة تحليلها غالط لان الذي يهيمن على العالم الغربي ليس بالديانة اليهودية هي الصهيونية الصهيونية هي التي تهيمن على اوروبا الغربية وعلى امريكا يعني يجب أوروبا الغربية وامريكا لانها مهاش ثقافة الروسيا ولا ثقافة الصين ولا ثقافة يعني البلدان الأخرى والصهيونية هي أيضا طاغية على العالم العربي وبالطبع نجيل لانبخيسيون ك ما اسم هذه مية القصوري خايف تقول عليها خايف تقول عليها صهيونية يعني هي في القلب صهيونية ماسونية في الدم اما اللي هي صهيونية بالطبع وقالت لك إذا قالت لك الإسلام هو يعني الدين يعني يحب ينتشر في العالم هذه حاجة لأن الإسلام جاء رحمة للعالمين وبالطبيعة كل يوم أوروبيون يتخلون في الإسلام أفواج وأفواج وهذا بنسبة لي دليل على صحته دليل على أنه دين الحق أما القوة الربية يعني القوة ممسي الصهيين هما عندهم الهيمنة في العالم الهيمنة اللي عندهم سوني با غراس لالغولوجيون جويفة يعني ممسي با مش لخاطر دينتهم قوية لخاطر هما البنوك يعني تسكي لدومان فيدانسي لدومان ايكوناميك entre لغمان في ديم روما يعني بالنسبة لي هذي المرأة نحب نعرف المرأة هذه مية القصورية فاش تعمل في الإعلام التونسي نهار كل تقطع وتريش في المجتمع التونسي تهين فيه تهين في عقيته تمسح بالأرض تقاليده نحب نعرف من أنتم من أنتم كم شوباش لا دين لا ملة مجندين من القوة الخفية يعني تحبوا يعني تدمروا الهوية التونسية وبالأكثر لنشر في عقول الشباب أفكار مسممة شيطانية يعني غايتهم مسخ مسخ عقول الجيل القادم ولكنهم سيفشلون لأن الصحة الإسلامية سبقتهم ولأن الناس فايقة متطلعين على كل أحوال العالم وإن شاء الله يا ربي ينصر الحق دونك هذا كان ردي على مية القصوري المعبوكو ينغذي دونك بصراحة بصراحة بغمو شي يقهر دونك إذا عجبكم الوديو تنجم تعمل دي كومنتار تنجم تبارتجي وبتبع تنجم تشاركو في قناتي أمالبان شانال وإن شاء الله في فيديو جديد في عقرب وقت بسلامة